اشتركوا في القناة بزمن الثورة والانتفاضة اللبنانية رح ناخد معنى الحرية بحسب الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد تنحكي عن الحرية لازم نفهم ما هو العبور العبور من أرض العبودية إلى أرض المعاد تعرفوا اليهود بفترة معينة وقتها كان موسى كانوا موجودين في أرض مصر وأرض مصر هي كانوا بسموها أرض العبودية لأنه حتى إذا بدهم يمارسوا العبادة للإله اللي هن بيعبدوا كان الفرعون يمنعهم وعد الله موسى الخروج الخروج من أرض العبودية إلى أرض المعاد أرض بيتنعموا فيها هذا الشعب الذي كان عبيد للمصريين وقت تطلعوا من أرض المعاد رفق خروجهم إلى أرض المعاد رفق خروجهم الضربات الضربات العشر وآخر ضربة كانت اللي هي الملاك المدمر اللي عبر فشخ إذا بدكن فوق بيوت أبكار المصريين الحدث المهم هو سمن هالحرية سمن العبور كان دم الحمل كانوا يدبعوا حمل ويرشوا دمه على عتبات البيوت وكان الملاك بس يشوف هل دم المرشوش على عتبات البيوت كان يعبر فوق البيوت وكانوا ينجوا أبكار اليهود وكانوا يخدوا هذا الحمل الفصحي ويكلوه على عجل بعبورهم إلى أرض المعاد مرأوا أربعين سنة في الصحراء أكيد هيدا إلى رموز في الحياة المسيحية ومن بعد دخلوا إلى أرض المعاد بالنسبة إلنا المسيحيين هوني بيعلمنا درس كتير مهم نحن ثمن حريتنا وعبورنا من هذه الدنيا اللي هي أرض المنفر إلى أرض المعاد اللي هو السماوات ثمنه هو كمان دم الحمل الفصحي واللي بيخلينا نعبر ونصل إلى تلك الأرض هو هذا الخبز السماوي هذا الحمل الفصحي النازل من السماء تعرفوا بالعهد الأديم وأتخرجوا وأتكنوا ماشيين بالبرية أربعين سنة كان الله ينزلهم المن والسماء خبز الملائك الخبز النازل من السماء يسوع هو فصحنا يسوع هو إيه عن حيله أنا هو الخبز الحي النازل من السماء من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد كتير مهم نحن بمسارتنا بهالصوم يكون خبز الحياة هو محور حياتنا الإفقارستية هي محور حياتنا مثل ما قلنا نحن الاعتراف كتير مهم نلمس في يسوع اليوم نتأمل أنه كيف أنه الخبز السماوي يدخل إلى جسدي دم سيدي يدخل إلى داخلي وهو أمر باطني وليس خارجي تعرفوا بالعهد القديم كان يرشد دم الحمل من الخارج أما في العهد الجديد بكلمة يسوع الإفقارستية قزوا شربوا هذا هو دمي فإذا العهد هو باطني الدم يكون باطني وهذا هو عربون عبورنا من أرض المنفى اللي نحن موجودين فيها إلى أرض المعاد أكيد تعرفوا أنه نحن عنا إيمان ورجاء كبير بقيامة الأموات نحن اللي أكلنا جسد الرب يسوع يسوع نزل إلى مثوى الأموات وحرر كل الأموات وأصعدهم إلى إذا بدكن أرض المعاد الحقيقية اللي هي الملك والسماوي فإذا ثمن حريتنا ثمن التحرر من عبوديتنا هو دم الحمل وهالدم الحمل بطهر ليس فقط الهيكل اللي كان هو مركز العبادة في إسرائيل إنما هيكل جسدنا لأنه مربولوس قال أنتم هياكل روح القدس فإذن الرب يسوع اللي فاد روحه على الصليب علينا هو اللي بيخلينا نكون هياكل لروح القدوس روح القدوس اللي بحررنا من استعباد الجسد استعباد الخطيئة وبيجعل منا حرين عنا حرية أبناء الله أمين موسيقى